اهلا بحضراتكم من جديد يمكن ننتقل الى لعبة الجنباز لعبة الجنباز زمانتو حضراتكم معارفين بيتمرنوا في مقار النادي الاهلي بالجزيرة بسالة مغطاة طبعا كان لابد من عودة النشاط طبعا ولكن تحت اجراءات احترازية شديدة يمكن الجنباز بيستعد قال للعدد اللاعبين واللعبات في التمرين عشان يبقى فيه تباعد اجتماعي التزامهم بالكامل بارتداء الكمامات التعقيم لكل الاجهزة واللعيبة كانوا حرسين جدا عن هذا الكلام وفريق الجنباز طبعا في النادي الاهلي منتظر خطاب من اتحاد اللعبة برئاسة الكابتن ايهاب امين عشان يحدد موعد البطولات الخاصة بالموسم الجديد واشتراطات كل التوفيق لفريق الجنباز بالنادي الاهلي ننتقل الى التنس الطاولة طبعا تنس الطاولة في النادي الاهلي مش محتاج يتكلم عليهم خرج ابطال ما زال عندنا اساطير وابطال كبار احتكار كامل البطولات المحلية بطولات افريقيا تنس الطاولة الحقيقة من الاععاب اللي مشرفها النادي الاهلي بشكل كبير جدا طبعا الكابتن السيد لاشين اسطورة النادي الاهلي في تنس الطاولة الحقيقة يعني دانا تصرحات او قال تصرحات لبنامج الابطال قال ان الفترة الفاي كانت فترة عصيبة شوية ان التوقف تماما عن مبارسة اللعبة وانتعارفين ان تنس الطاولة حساسية المضرب انت ممكن تقعد اتمران اربع ساعات فقال لك ان دي كانت فترة صعبة علينا جدا ان احنا نبتعد عن التدريبات وقال ان اللعيبة سعيدة جدا بقرار عودة وان اللعيبة كمان مركزة ان شاء الله ان بعد استئناف البطولة على طول نكون في الطوف فورمت وقال ان التحاد تنس الطاولة حدد معادة دورة المجمعة الاولى هتبقى من 9 الى 14 سبتمبر في هيئة قناة السويس كان لازم علينا احنا برنامج الابطال وكاميرا الابطال تكون موجودة مع الاساطير بتوعنا نعرف قالوا ايه عن تنس الطاولة وارجع لحضراتك احنا كنا فعلا محتاجين ان احنا نرجع ان الحياة كانت رتمها تغير وكل حاجة تغيرت فيها فان احنا نرجع تاني وقرار يطلع ان احنا نبتدي نمارس النشاط بالذات النشاط اللي جوه الصالة مش ال اوبين اير فده ردلنا فعلا نروح قعدنا تقريبا 15 يوم فيتنس في ملاعب الطايرة والهند بول والباسكت اللي هي ورا بعد الخمساشر يوم ببتدينا هنا ببتدينا نلعب بشكل تدريجي شوية تمام عشان كان في ناس ما كانتش متاح لها انها تتمرن برايفيت الفترة اللي فات فكان بنلعب واحدة واحدة كده لحد ما كلنا الحمد لله رب عامين طمنا ان شاء الله مش حابه فيه صباط والدنيا حتبقى ماشية كويس يعني بعد كده ابتدينا نتمرن ونصعد في التمرين شوية دلوقتي احنا نتمرن فترتين فترة صبح وفترة بعد الدور ساعتين وساعتين والحمد لله رب عامين يعني بنحول نجهز نحنا عندنا الدور ان شاء الله بازن المفروض ان هو واحدة ساعة فاحنا الحمد لله يعني ابتدينا التمرين وابتدينا زي ما قولت حضرك بشكل تصعودي ودلوقتي بقينا بنتمرن فترتين صبح وبعد الدور فان شاء الله يعني هنجيب الفرمة بسرعة وحنبقى جاهزين بإذن الرحمن على الدوري بعد كده المفروض بس الكلام ده لسه مش يعني مش confirm مية في المية على يمكن على نص عاشرة واول حداشرة تتلعب الانداء العربية الحمد لله كنا مبسطين جدا بقرار الدولة اول ما قرروا على طول اللي احنا نرجع تاني التمرين طبعا رجعنا لحياتنا طبعية وكنا مبسطين جدا احنا مقرادين انتعارف اول مرة نقعد ثلاث شهور او اربعة شهور سهل بيخلص فما كناش متعودين على كده احنا على طول متعودين احنا نخرج وبننزل وبنلعب ونتمرن فالحمد لله طبعا كان فيه فرحة كبيرة يعني بقى بين اللعيبة كلها والله الحمد لله كنا عاملين جروب على الواتساب كان على طول مدرب الفيتنس بيبعط لنا التمرين وكنا اونلاين على طول بنتمرن سواء مع بعض كل يوم عشان اقارى فرصة كنا نرجع نبقى جهزين ان شاء الله الملعب يعني مدرب كان بيتابع معنا على طول موضوع الاكل طبعا مهم جدا على موضوع التمرين عشان زين بيقول لحضرتك يعني عشان لما نرجع يعني بقى قفين بس على ركبنا شوية فالحاجات دي كنا محافظين عليها طبعا والله الحمد لله احنا بتمرن كل يوم معادة الجمعة ساعتين يعني بالليل ساعات بيبقى في بعض الوقت ثلاثة يام الصبح عشان ان شاء الله احنا مفروض عندنا الدوري في شهر تسعة فان شاء الله يعني بنستعد كويس خطوة بخطوة عشان احنا بقالنا اسبوعين فبنتمرن كل يوم بالليل معادة الجمعة وساعات بنلعب كمان حد وثلاثة وخميس صبح يعني والله الحمد لله على طول كل واحد بالمسك على طول في جيل النادي برضو محافظ على طول في بوابة بنقس درجة الحرارة على طول في تعقيم فالحمد لله احنا محافظين يعني على الحاجات دي يعني دا كان لقاءنا مع ابطال طبعا التنس الطاولة السيد لاشين محمد البالي طبعا اي رياضي لو قلت له انا مش عايزة او ما تلعبش دا بالنسبة له هيبقى يعني يوم صعب جدا عليه ما بالك قعدوا ثلاث شهور او اربع شهور راحة سلبية ان شاء الله الحياة ترجع طبيعية وان شاء الله ترجع المنافسات بشكل طبيعي طيب كده اخبارنا داخل النادي الاهلي خلصت خلينا نروح للاخبار المحلية يمكن المبارح كان فيه خبر انتشر طبعا على كل وسائل التواصل الاجتماعي يمكن كان يهم بطل مصر اسلام الشهابي اسلام الشهابي بطل مصر في الجودو الراجل دا كان ليه قصة في 2019 كان بيلعب بطولة الجمهورية هنا في مصر منظمة الودة اللي هي منظمة الكشفة عن المنشطات عمل التحليل لقيت العينة ايجابية تم ايقافه اربع سنين استأنف عمل لعب بطولة تانية في 2019 اخدوا عينة تانية تلعت ايجابية توقف ثمان سنين طبعا اتجه للمحكمة الدولية رفع عضية استقناف قدم ورقه مبارح حكمت المحكمة الدولية برافع الإقاف عنه ومش كده بس وتعويضه بمبلغ 3000 فرانك سويس حقيقة كل الكلام دا كويس وكل الكلام دا طبعا رجع له حقه ولكن الحقيقة تصرحات اللاعب اللي قالها على صفحته الحقيقة كان محتاجين نقف عندها شوية يمكن اللاعب قال انه الحمد لله حكمت محكمة التحكيم الرياضية الدولية بلغاء عقوبة الوقف اللي هي المودة 8 سنوات اللي كانت قد فردت علي العام الماضي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وذلك بعد ان وجدت المحكمة الدولية عزم ثبوت مخالفة الكود الدولي لمكافحة المنشطات في حقي والحمد لله ان يسر لي رفع اسم مصر في العديد والعديد من المطلات العالمية والدولية والقرية على مدار اكتر من 17 سنة وانا اتشرب بخدمة بلدي دائما وبهذه المناسبة اود ان اشكر فريق المحامين طبعا القاسميهم وعلى اهتمام طبعا اتحاد اللعبة معاه واشاد بوقوف شام وصبح طبعا نجم الولمبي كبير جنبه والحقيقة انه تنازل هذا المبلغ التعويض وحطه تحت تصرف المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات طبعا ده موقف يعني جميل جدا موقف يحسب له الحقيقة ان الراجل يعني تنازل عن المبلغ التحكم له به نواية حط تحت تصرف الهيئة المصرية او منظمة المصرية لمكافحة المنشطات احنا اتعلم من ايه من الموضوع ده اتعلم حطين مهمين جدا لازم لعبتنا تخلي بالها كويس قوي اولا فيه كود بينزل كل سنة الكود ده بيحصل له تعديل او افديت كل فترة عن المنشطات قد يكون دواء انت بتاخده دواء برد اي دواء والدواء ده في الكود ده فانت لازم الحقيقة اي لعيب واللعيبة الاولمبية واللعيبة اللي بتقضع دايما لتفتيش او دايما تحليل دوري لابد ان تاخد بالها من الكودز وتعديلاتها كل سنة الحقيقة الموقف ده نتعلم منه ده وكمان نتعلم قد ايه ان اللعيبة الدولية بتحب بلدها وقد ايه اللعيبة الدولية شرف كبير جدا ان انت تمثل مصر الخبر ده كان مهم نقف عنده لانه كان خبر مهم نرجع تاني للكرة اليد ولكن المنتخب المصري الحقيقة كابتن مؤمن صفا امين صندوق التحدي اليد والمش في العام على المنتخبات القومية اعلن سلبيت كل العينات طبعا تعرفين منتخب كرة اليد رايح الغرداء فلازم يحصل لهم مسحة او يتعمل لهم مسحة بي سي آر لفيروس كورونا عشان يتأكد ان المعسكر واللعيبة كلهم هيكونوا خاليين من فيروس كورونا فتعامت المسحة دي في مستشفى ودي النيل وتصرح كابتن مؤمن صفا المشرف على المنتخبات وامين الصندوق ان ما فيش اي اصابات وقال كمان انه تواصل مع الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية في بطولة العالم بلغة بسلبية كل العينات وبلغوا بكل سلبية كل العينات اللي اتخذت للعبين طيب منتخبنا دخل في معسكر في الغرداء هيخلص يوم 24 سبتمبر هنرجع نكمل الجولتين اللي فضلين بالنسبة نادي الاهل نادي طلاعي الجيش جولتهم مع نادي طلاعي الجيش وايضا نادي الزمالي خلينا نقول كمان انه البطولة الجاية بطولة كأس العالم هكون مطلع العام القادم بمشاركة 32 فريق وده رقم كبير جدا 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 هنحتاج لجنة طبية قوية هنحتاج اجراءات احترازية قوية اكيد طبعا اللجنة الطبية بقيادة كابتن حاسم خميس واخدين كل الاحتياطات دي عندنا مرسلتنا هنا ابو القاسم راحت خلينا التعليم مش جاهز خليني مع حضراتكم خلينا نقول حاجة كابتن حاسم مصطفى أو الدكتور حاسم مصطفى رئيس الاتحاد اليد اعلى مرة وتكرارنا ان الكاس العالم هتعمل في مطلع العام القادم في معاده ده يعني قد تكون أزم الكورونا عادية يعني ممكن تكون عادية وممكن مكونش عادية انما الكاس العالم هيتعمل فده بيحط عبء كبير جدا على اللجنة الطبية لان طبعا اكيد كل اللاعبين قبل ما يجوا اول ما يوصلوا وتعملون مسحة طبية مسحة فيروس كورونا لازم الكامب اللي بيقعد فيه اللعيبة زي ما شفنا في الانبي دلوقتي او دول المحترفين الامريكي حاطت اللعيبة كلها في مكان واحد وعشان يقدر يسيطر على الموضوع محدش روح محدش يخرج اكيد ده يحصل في كاس العالم عبء كبير جدا على الاتحاد عبء جديد رجاء على اللجنة الطبية طيب التقرير جاهز يا جماعة طيب اللي عايز اقوله كمان انه لازم يكون اذا ما احنا شايفين في اللقطات بالعضاء على حضراتكم لازم يكون فيه طبعا استعداد جيد كاس عالم على ملعب على أرضنا 32 فريق انا عايز اقول لكم ان صلاة المغطاة بيتم العمل على قدم وصاق على تجهزها انا عايز بس اقول لكم معلومة صغيرة مثلا طلبات الاتحادات الدولية في الصلاة انه بيكون لازم يكون الصلاة المغطاة مثلا فيه اربع قوة لبس ليه عشان الفريتين اللي بلعبوا والفريتين اللي داخلين بعديهم لازم يكون فيه مثلا وغرفة مؤتمرات على اعلى مستوى سرعة انترنت عالية جدا عشان تبعث التقارير وتستقبلها الحقيقة كل الكلام ده كل التفاصيل دي الدولة شغالة عليها طبعا وزارة الشباب الرياضة برياس الدكتور طبعا أشرف صبحي شغالين على الموضوع ده كويس لان الحقيقة كاس العالم ده يبقى مهم جدا ويبقى صورة هنصدرها للعالم كله عن احنا زي ما احنا شايفين بنية التحتية في مصر حصل فيها طفرة كبيرة جدا ومن ضمن البنية التحتية دي البنية التحتية في الرياضة سواء صلاة مغطاة سواء صلاة تدريب سواء جمات الحاجات دي الحقيقة بقت تقاهل مصر بشكل كبير ان احنا نقدر نستضيف يعني أكبر البطولات فأول بطولة هتقابلنا هي كاس العالم والدنيا ماشية ان شاء الله على ايه قدم الوساق التقرير جاهز يا جماعة اه طيب احنا معنا تقرير طبعا يوم ما تعاملت المسحة في مستشفى واد النيل فيه طبعا زي اللولة 4 اللي فات فيه اتفاقية معمولة مع مستشفى واد النيل ما بين اتحاد اليد الحقيقة انا شفت حتى اليفطة بتاعتها في مرة من المرات انا كنت هناك في زيارة المستشفى والمسحة اتعاملت هناك والمؤتمر اتعامل هناك فالحقيقة مرسلتنا طبعا هنا ابو القاسم كانت هناك عامت لقاءات مع رئيس الاتحاد واعضاء الاتحاد خلينا نشوف التقية ده ورجع لحضراتك ده استعدادنا لحدث كبير جدا في كاس العالم اكبر كاس عالم هيتعمل في كرة اليد هيبقى موجود هنا في مصر 32 فريق موجودين في دولة واحدة ده رقم كبير جدا في الالعاب الجماعية فكل اجهزة الدولة تكاتفت علشان تخرج هذه البطولة بمظهر يليق بسمعة مصر سواء الرياضية او التنظيمية للبطولات الكبيرة اللي زي ديت كان من اهمها طبعا انت عارف ان العالم كله متحفز على موضوع الكورونا فلازم نظهر ليهم كفاءة مصر ان شاء الله في السيطرة والتصدي لهذا الموضوع بتطبيق كل الاحترازات والاحتياطات المطلوبة لمواجد هذا المرض عايزين نبعث رسالة قوية للفرق دي ان احنا بلدنا بلد امينة فعشان كده اخدنا وكال الوزارة للطب الوقائي بوزارة الصحة موجود معانا في البطولة بحيث بنتفق معاه على المعايير الهمة اللي احنا هنعملها سواء كان هنعمل بي سي ار مثلا الناس وهي جاء من المطار لازم يكون معهم شهادة طبية بتدل على انه خلي من الكورونا نمر اتنين بنبقى حطين في الفنادق غرف طبية وهناها مركزة كل فندق بقى تحت اسعاف الملاعب بتاعتنا بيبقى فيها اربع عيادات عيادة لللاعبين عيادة للفي اي بي عيادة للجمهور وعيادة للإعلاميين عيادات مجهزة تجهيز عالي جدا وكل استاد بيبقى ملحق عليه سبعة اسعاف عالي التجهيز بحيث ننقل بسرعة الاماكن للمستشفيات القريبة مننا اذا كان فيه حوادث عميقة جدا لتحتاج تدخل جراحي هننقلها في النهاية الى مستشفى ودي النيل هتبدأ ان شاء الله الثبت القادم لها 15 يناير تنتهي اول مرحلة 22-9 المرحلة دي هيبقى فيه معسكرات تدريبية وتدريب فقط بدني وفني وبعدين ندي العيبة ثلاث أسابيع مع الأندية نرجحهم مع الأندية وبعدين نبدأ في نص أكتوبر ثلاث أسابيع كمان فيهم أربع مباريات دولية منتخب اليونان والأرجنتين حينشرفونا مصر حنلعب أربع مباريات دولية وان شاء الله نلعبهم في صلاة كاسعالم للتبيني دلوقتي حتكون خطوة كويسة لنا نحن نعف على مستوى الفرع الاستداد النهائي وآخر خطوة لنا حتكون بداية من ديسمبر حتى بطولة العالم ستعمل في 13 يناير كنفوت فيه أولمبياد واستعدوا للمبياد كنا نلعب على الأقل 15 ماتش قبل للكاسعالم الظروف صعبة جدا بس احنا هنعمل علينا وأكيد الاتحاد قعد للبرنامج بحيث انه هو يلاقي من الظروف اللي احنا فيها يمكن اللقاء اللي احنا شفناه كان كل التركيز على حاجة واحدة مهمة جدا هي تصدير ان مصر آمنة وتستطيع استضافة هذا الحدث الكبير والحقيقة ده بيتطالب زي ما قال المهند الشام ناصر رئيس الاتحاد تظافر كل جهود الدولة وده اللي واقع حقيقة حقيقة في الأيام دي لتمنى كل التوفيق طبعا للاتحاد ولتمنى كل التوفيق للقائمين على بنظيم هذا الحدث الكبير يمكن اخر خبر معنا طبعا يعني برنامج الابطال واصل برنامج الابطال بتنعى بكل الحزن يعني الحقيقة وفاة الكابتن جابر عبدالعاطي اسطورة ورمز من رموز الكرة الطائرة في مصر اللي وفاته المنية امس طبعا في ساعة متأخرة بالليل بعد سراع مع المرض الحقيقة كابتن جابر يمكن تقلد مناصب كبيرة كان مدير فني نادي زمالك سموحة منتخب مصر وكان لعب كبير جدا وليه اسمه الحقيقة ويمكن اخر منصب تقلده كان ضمن اللجنة المؤقتة اللي بتدير شؤون اتحاد لكرة طائرة الحقيقة طبعا خالص التعزية لأسرة الفقيد ونتمنى ليه طبعا كل المغفرة والرحمة الحقيقة كان الراجل بيحب شغله وكان بيحظى باحترام الجميع ربنا يرحمه ان شاء الله ويسكنه فسيح جنته خلن نطلع لفاصل دلوقتي عشان نستقبل ضفنه الكابتن تامر الصاوي طبعا احد رموز او احد اللاعبين الكبارة السابقين في التنس الارضي عشان نتكلم معاه في كل حاجة تخص التنس الارضي انتظرونا وتروحوش بي